السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل يوم الأربعاء من برج العذراء لبرج الميزان طبعا كوكب الزهرة زي ما دائما منحكي عنه هو كوكب الحب والجمال والغراميات وفيه كثير من الإيجابيات لأنه هو يعتبر السعد الأصغر طبعا الآن كاصفة كوكب الزهرة إيجابيا لما بيكون سعيد بيعزز العاطفة الحب الانسجام المال الجاذبية التفاهم الميول الفنية ولكن لما بيكون سلبي أو بيكون منتحس بيعزز نقطين وهي الغيرة والعنادة بالنسبة لكوكب الزهرة زي ما حكينا أنه يوم الأربعة اللي هو صباح يوم الأربعة رح ينتقل ساعة تسعة وتلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا اللي هو يوم ثمانية تشرين الثاني نوفمبر اللي هو ثمانية احداش رح ينتقل لبرج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية يوم أربعة اتناعش الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء بيشعروا موليد برج الميزان بالفترة القادمة بقوة العاطفة بيصير في نوع من أنواع التحسن على مظهرهم الخارجي بينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر بتتعزز العاطفة عندهم أكثر فأكثر بيستفيد معهم موليد الأبراج اللي هي الهوائية والجوزاء الدلو والأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس وطبعا كل شخص لما انولد كان الزهرة موجودة أو كانت الزهرة موجودة في برج الميزان إن كان في طالعه أو إن كان في برجه وطبعا هذولا أشخاص بيكونوا مميزين جدا لأنه بتكون الرومانسية عندهم عالية والحس الفني عالي والحب عندهم عالي والجماليات أيضا حتى جمال مظهرهم بيكون مميز زي ما حكينا برضو هذولا الأشخاص بيكون عندهم اللي هو الحس الفني بيكونوا فنانين رسمين خطاطين حتى لو بيشتغلوا في مجال أي شيء بيكون عندهم حس فني وجمالي برضو بتميزوا بتبادل العاطفة مع الأطراف الأخرى وبيهدوا واتزان وبرضو بيحبوا امتلاك الأشياء أو الحاجيات الفنية الجميلة طبعا وجود الزهرة في برج الميزان أفضل بكثير من وجوده في برج العذراء لأنه في برج الميزان يعتبر هو بيت قوة بالنسبة له فبيعطيه طاقة إيجابية أكثر وبعطيه نوع من القدرة اللي منقدر نعبر عن عواطفنا أكثر وبرضو بيعطينا الطاقة العالية لنرجع لطبيعتنا أهم الزوايا اللي رح يشكلها طبعا أثناء وجوده في برج الميزان هي زاويتين الأساسيات مع الكواكب الكبيرة ولكن فيه زوايا رح تكون مع القمر وهي رح نذكرها في التوقعات اليومية أهم الزوايا هي زاوية يوم الأربعة 15-11 وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي الزاوية طبعا رح تطول وتستمر لبداية شهر 12 لأنه الكوكبين بيمشوا مع بعض فبيظلوا مشكلين نفس الزاوية هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين منستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية في أمور إلها علاقة بالدعوات اللي ممكن بعض الأشخاص يكون عندهم سفر بسببها أو نوع من أنواع التسلي والترفيه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية شوي صعبة هي زاوية رح تكون يوم الأحد 3-12 زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو فعشان هيك ما قبلها بأسبوع وبعدها بأسبوع بتكون ديروا بالكم بشكل كبير لأنها هاي الزاوية بتدفع للعنف تجعلنا مزاجيين وعدوانيين وعصبيين المزاج وخصوصا مع الجنس الآخر ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل كبير وبخلافات كبيرة أساسا وممكن تسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير بهاي الفترة طيب خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج وعلى الطوالع يعني بتسمع برجك وبتسمع طالعك لأنه التأثيرات رح تكون شام للأمرين برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هاي الفترة ممتازة جدا أو نقدر نقول إنه هذا الوقت المناسب لتعزيز العلاقات العاطفية وتحسين الأجواء العاطفية بينك وبين شريك العاطفة لا سيما إنه هاي كانت الفترة الماضية فيها نوع من أنواع الجفاء اللي مريت فيها الجفاء العاطفي أو الجفاف العاطفي زي ما بحكيها البعض هاي الفترة منظهر مشاعرنا أكثر بتبين الحقيقة أكثر نتألق بالحب أكثر وخصوصا إنه الكثيرين من الجنس الآخر بيجدوا في هاي الفترة الشخص المناسب لإقامة علاقة حب أو لارتباط أو زواج أو ممكن يتطور علينا الاستفادة من كل شراكة شراكة مالية أو عاطفية ندخلها بهاي الفترة ممكن يدخل من خلالها الكثير من الخير اللي بيجي للجميع بنجد الكثير من المساعدات من أشخاص من الجنس الآخر ممكن نتعلم هواية جديدة أو نحاول تطوير موهبة بنمتلكها لا سيما بمساعدة شخص من الجنس الآخر اللي ممكن يقدمنا الدعم المطلوب اللي يجعلنا محط اهتمام الآخرين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هاي الفترة مناسبة جدا لتحسين العلاقات مع الزملاء في العمل ويعادة ضبط الأمور بطريقة ودية أو مصالحات ما بيننا وبين زملائنا اللي كان فيه بيننا وبينهم مشاكل طبعا فيه أشخاص في هاي الفترة بيحاولوا التقرب منك من الجنس الآخر بهدف إقامة علاقة حب أو صداقة بعيدا عن أجواء العمل الروتيني ما ترفع كثير من الأسوار في وجههم وتمنعه وتكون صادد للأمور لأنه ممكن تتطور لا ارتباط فحاول انك انت خلي الأمور تمشي ببساطة وبسهولة وتأكد من كل المعطيات فيه كثير برضو هاي الفترة تعطي هيك فترة جيدة لتحقيق بعض المكاسب المالية أو الحصول على هبات أو مكافآت فبرضو بتكون هاي الفترة زي ما بيحكوها النهم وبتحب تناول الكثير من الطعام عشان هيك بدك تنتبه من ارتفاع الوزن بالفترة هاي بدك تحضر برضو من اضطرابات الهرمونات اللي ممكن تزيد البداني زي ما حكينا وبتأثر على حركتك عموما برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا كثير كثير من اللي كانوا يشكوا من التململ والعاطف وقلة العاطف وقلة الحضوض المشاكل ما بينك وبين الأحبة أو أفراد العائلة أو الأبناء في هاي الفترة طبعا الأجواء رح تتغير تماما في فرصة مناسبة مليئة بالحضوض والفرص العاطفية والمالية بإمكانك البدء بعلاقة حب حقيقية هاي الفترة أو تحسين وتدعيم علاقاتك مع الشريك العاطفي وعادة الأمور لمجاريها الطبيعية بتكون محط اهتمام صديق مقرب لا إلك اللي ممكن يغمرك بالمحبة أو الاهتمام أو يدخل البهج لقلبك برضو هاي فترة ممتازة جدا لممارسة هواية أو الترفيه أو الاهتمام بالنفس أو التجميل برضو النساء اللي عندهم مشاكل بالحمل أو بيرغبوا بمولود جديد هاي فترة مناسبة إما لعملية الزراعة أو أخذ العلاجات المناسبة لهذا الموضوع يعني أجواء رح تكون إيجابية وبرضو علاقات حب ممكن تتطور لارتباط برضو في فرص مالية بتيجي عن طريق أموال مشتركة أو هبات أو زواج أو زوجة أيضا يعني برضو هاي الأجواء بتدعمك بشكل كبير بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هاي الفترة بتناسبك للقيام بتعديلات منزلية أو بيع أو شراء شقة أو عقار أو المتاجرة ببعض الأملاك كمان هاي الفترة ممتازة جدا للعلاقات العائلية أو المنزلية وإعادة ضبط الأمور ووضع القوانين العائلية ولكن بطريقة محببة بعيدة عن التشنجات لا تبالغ في فرض ذاتك أو شخصيتك على الآخرين أو الابتعاد عنهم كون دائما وسيط بعيد عن المبالغات في نوع من الأرواع الأرباح اللي ممكن تيجي عن طريق شخص من الجنس الآخر ممكن تصلك رسالة مفاجئة من أحد الأشخاص من الجنس الآخر وبتحسن من مزاجك وبتفرح قلبك بالفترة القادمة برضو هاي الفترة ممتازة لإدخال ديكورات أو تعديلات على المنازل وفي أشخاص بيكونوا مسافرين أو مهاجرين بيرجعوا لبيتهم أو لبلدهم الأم وتعزيز العلاقة الكامل على مستوى البيت وفي أشخاص كثير رح تدخل الفرحة أو السعادة لبيوتهم بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا الشهر ممتاز جدا على مستوى التواصل والاتصالات والعلاقات والامتحانات والتجارة المحلية وأيضا العلاقة مع الإخوة والأخوات والجيران يعني الأجواء رح تكون فيها كثير من الإيجابيات وخصوصا على مستوى التبادل التجاري القريب اللي هو داخل البلد نفسه واللي بيشتغلوا بالمحلات التجارية أو عندهم تجارة معينة وخصوصا اللي بيشتغلوا بالإلكترونيات والسيارات هذولا رقم واحد رح يستفيدوا من هذا الموضوع وبرضو بتعيد لكم أرباح يعني في نتيجة للأرباح بإمكانك وضع النقاط على الحروف لا أي أمر في حياتك بهاي الفترة لأنه بتكون عقلاني أكثر وتحسين علاقتك بالوسط المحيط فيك خصوصا لو كان في مشاكل بالفترة الماضية الآن في عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش وإنت مقنع جدا ممكن تتوصل لكثير من الحلول المرضية بتجد الكثير من الأشخاص اللي بيحاولوا أنهم يتواصلوا معاك بشكل فعلي برضو بتحمل هاي الفترة انفراجات قريبة جدا فيما تسعى إليه فما تخلي اليأس أنه هيك يتسلل قلبك وكون على يقين بأنه فيه أمل بيطل عليك بهاي الفترة القريبة كثير من موليد برج الأسد ممكن يسافروا سفريات سريعة أو حتى تواصل عاطفي قوي جدا بيكون بينهم بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا يعتبر هذا الشهر هو شهر المال والمعاملات البنكية والقروض كثير من الأموال راح تجيك أغلب هاي الأموال عادة يبتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبا دعم هدايا أشياء من هذا القبيل ولكن زي ما حكينا بدك تعتمد على مجهودك الشخصي تسترجع بعض المستحقات القديمة أو الديون المستعصية في هاي الفترة ابتنفتح أمامك قنوات عديدة لكسب المال ممكن تعرض عليك بعض العلاقات المالية أو العروض المالية من قبل أشخاص من الجنس الآخر أهم إشي أنه ما تتأخر في قبولها أو قبول ما يقدم إليك بدافع الحب والمودة هاي الفترة جيدة للقيام بإنهاء بعض الأوراق القانونية معنى هوية جواز سفر معاملات رسمية أشياء من هذا القبيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا دخول الزخرة لبرجك يعني إنه بدأت مرحلة جديدة بتفتح أمامك الأبواب على مصرعيها زي ما بقولوها وهي بداية انفراجات ونعدال للمزاج عاطفيا هاي الفترة الأجمل بالسنة وخصوصا إنه الشمس تجاوزت الآن برج الميزان وجاهز لأنها يعني تعطي طاقة على المستوى المالي وأيضا الزهرة اللي موجودة لأن عندك برح تعطي طاقة إيجابية أكثر بتجد نفسك جذاب ومرغوب من الجنس الآخر كثيرين بيحاولوا التقرب منك وطلب مودتك بيكون في نوع من أنواع الإشراق الخاصة المبهرة لإلك ممكن تتفجر في هاي الفترة مواهبك الفنية غناء عزف كتابة رسم أي شيء له علاقة في المجال الفني وهي الفترة الأفضل لدفع موهبتك للأمام ممكن هيك يعني تلاقي التشجيع والدعم من المحبين والمقربين منك ماليا برضو هذا الشهر بعطيك فرص مالية جيدة جدا ممكن تجيك أساسا من حيث لا تدري يمكن الاستفادة من هاي الأجواء الفلكية لإقامة مشروعك الخاص برضو بتكون تحت الأضواء والشهرة الإجتماعية لا أعمال أنت بتقوم فيها برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً هاي الفترة وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني ما بتحكي أنه الفترة سلبية جداً فيها بعض الإيجابيات بتكون ميال للدخول في علاقات غير معلنة يعني بالسر تبني علاقة سرية فالزوجات يديروا بالهم إذا زوجها من العقرب تدير بالها عليه والبنات يعني ديروا بالك برضو ممكن تبدأ علاقة عاطفية أو تحاول إخفاءها أو عدم الإعلان عنها لسبب ما في بعض الأشخاص بيحاولوا إغراءك أو إقاعك في شباك العاطفية على الرغم من نفورك الكبير منه لا تحاولوا الدخول في مغامرات غير محسوبة وبدكوا تكونوا حذرين فيه فرصة كبيرة للتعاقد مع شركة أو مؤسسة مالية مهمة ممكن توقع عقد لسفر خارجي أو خارج البلاد أو زواج أو عمل حاولوا أن تبتعدوا شوي عن الأجواء المتوترة اللي ممكن يثير انفعالك أو سلبيتك أو السلبية لديك أعطي نفسك فرصة لتعيش الحياة بشكل أفضل مع موليد برج العقرب ممكن أن يعزز أمور إلها علاقة بالعمل مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة في هذه الفترة بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا يعتبر هذا الشهر شهر النشاط والحركة والعلاقات الاجتماعية والتواصل البناء ولسيما مع الأصدقاء العلاقات الاجتماعية وصداقاتك هي الأكثر مكسب في هذه الفترة كثير من اللقاءات المثمرة والنشاطات الغنية اللي بتعود عليك بالراحة والبهجة ممكن تجد نفسك مصلح اجتماعي بهذه الفترة بتكون ملفت للنظر هذه الفترة ولسيما مع الجنس الآخر أو من الجنس الآخر يعني على الجهتين كثير بيحاولوا تقرب منك حاول انك تكون في هذه الفترة يعني كعادتك لبق لطيف بتعرف تتحاور بدون عصبية وتشنجات في مشروع مهم ممكن تدخل فيه وتتعاون فيه مع شخص بتكنله لكثير من المحبة والمودة بتجد نفسك مدفوع لكثير من النشاطات الأدبية أو الفنية إذا كنت طبعا في هذا المجال بتنشط بشكل واضح فيه وبتكون يعني محط إعجاب المحيط فيك فترة إيجابية وممكن بعضك يبدأ علاقات عاطفية من خلال إما علاقات اجتماعية أو مناسبات اجتماعية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يعتبر هذا الشهر بالنسبة لإلك هو شهر العمل وشهر السمعة يعني ممكن سمعتك تنشهر بهاي الفترة إذا ركزت بشكل جيد فعشان هيك هذا الشهر بيعطيك مشاريع ولقاءات مثمرة في كثير من الهواجس الكبيرة أو الأفكار اللي بتحاول أنك تتحققها في هاي الفترة وهاي الفترة مناسبة لهذه الأمور أهم شيء أنه ما تدخل جهد للوصول لغايتك حاول أنك تبحث عن عمل واللي بيبحث عن عمل بالفترة هاي يوفقه تماما برضو بتكون الفرصة مفتوحة أمامك هذا الشهر جيد ومناسب لعمليات الجراحية والتجميلية واتباع البرامج الغذائية المدروسة عاطفيا على الرغم من أنه هاي الفترة مش الأفضل عاطفيا لأنه هاي بتركز على السمعة على علاقاتك على عملك على ترقية ترفيع شغلات زي هيك لأنه برضو ممكن تجيك بعض الفرص العاطفية ولكنها ما بتخلو من بعض اللقاءات اللطيفة اللي بتفرحك فعشان هيك اللي بدهم الشهرة هذا شهر الشهرة إذا اشتغلت على نفسك بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا إذا كنت بترغب في السفر بدك تهاجر مثلا أو دك تسافر خارج البلاد هاي الفترة الأفضل لهذا الموضوع وخصوصا حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير أو الدراس الجامعية العليا هاي فترة مناسبة لهاي الأمور كلها وحتى للأوراق والمعاملات اللي بتتعلق في هاي الأمور برضو في كثير من الفرص للانتقال أو السفر خارج البلاد أو للعمل أو لمتابعة الدراسة الأكاديمية مثلا ممكن تطلق كثير من المساعدات من أشخاص بيقيموا خارج البلاد أو أجانب ممكن تلتقي ببعضهم وتكون لقاءات مثمرة جدا في التوقيع على عقد أو إبرام صفقة ناجحة برضو هاي الفترة اللي بيكون عنده دعاوة قضائية ممكن الآن الدخول فيها لأنه ممكن أنك تحلها سلميا أو تراضي أو تكون لصالحك حتى أما عاطفيا الأجواء مناسبة جدا لا تعيش مع شريكك العاطفي فترة حميمية جدا أهم شيء أنه برضو بعض موليد بورج الدلو ممكن يبدأوا علاقة عاطفية لسيما مع أشخاص غرباء أو أجانب أو بيقيموا خارج البلاد أو في مكان بعيد عنه يعني الأجواء راح تكون مميزة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هذا الشهر مهم جدا بالنسبة لإلك وخصوصا على مسائل إلها علاقة بالشراكات المختلفة يعني وخصوصا الشراكات المالية يعني عاطفيا تعطيك ماليا تعطيك عمليا تعطيك في هذا شهر مناسب للحصول على تعويضات أو مطالبة بترقية أو تحسين وضع اجتماعي أو عملية جراحية مثلا يمكن الدخول في عمليات بيع وشراء وتبادل عقارات أو تغيير المسكن أو تحسينه برضو بإمكانك الدخول في عمليات اقتسام التركة أو الإرث أو المطالبة بحقوق لا إلك أو ما يتعلق بذلك عاطفيا بتجد نفسك بتسعى لخلق أجواء رومانسية مع الشريك العاطفي وحل المشكلات إن وجدت وبتكون ذو طبع سلس بعيد عن التوتر على الرغم من الضيق اللي ممكن أنك أنت تعاني منه بالفترة هاي برضو إذا إلك أنت أموال عند أشخاص وكان صعب أنك تحصلها الفترة هاي ممكن تسعى في هذا الموضوع وتقدر تنهي لصالحك يعني أعتقد إنه كل إشي إيجابي إلا بعض أكمن برج يعني شوي حذرته من بعض التحذيرات فعشان هيك يعني حاولت لأنه هو فعليا رح يكون إيجابي ولكن ملاحظة بنرجع بنحكي إنه الزاوية اللي بين الزهرة وبين بلوتو اللي في آخر بداية شهر 12 رح تتشكل زاوية خطيرة جدا على المستوى العاطفي وعلى علاقاتنا العاطفية وتعاملنا مع أحبائنا نازم نحذر منها لأنه بصير فيها مشاكل عنيفة جدا فبذلك تكونوا حذرين من هذه النقطة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لا الأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء